موسيقى 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 هنبني الكلام ده على معلومة موجودة تغيرت نتيجة هذا الوضع الكوني المرتبط بالخالق سبحانه وتعالى بس نتعلم منها ايه الصحراء القبرى اللي موجودة جنوب الجزائر والمغرب الجماعة الجيولوجيين وجدوا فيها حفريات بتقول ان كان فيها خط استواء او معنى صح زراعات استوائية مش خط استواء زراعات استوائية عشان ما نكلمش في انتحرف خط استواء مش عايزين نخلش بمتاها زراعات استوائية معناها ايه ان الارض اللي كانت ممطرة كثيفة تمام طيب الكلام ده كان من مئات الاف السنين وملايين السنين يبقى اتغير بناء على ايه على اللي احنا يسألون اللي هو دوران الارض حولين نفسها وحولين محورها وحولين الشمس طيب الكلام ده مين شافه او مين سمع عنه ده اكتشف حديثا بالعلم الحديث بحفريات تدل على ان هذا الكلام لم يشهد على المستوى الادامي تمام يبقى ما ينفعشي بنفس القياس احط حساباتي لاشياء ممكن تحصل بعد مئات الالف من السنين او ملايين السنين في خططي مئة سنة ومتين سنة وخمسمائة سنة يبقى الكلام ده مش منطيخي ولا علمي يبقى نستبعد هذه الجزئية وما نتكلمش على حكاية المخزون خمسين سنة وكلام ده يبقى السطحي بقدرة القادر في ارض المنبع هم المئة اتنين وسبعين مليار تدفق نه عفوا تدفق مطر وليه في دول المنبع لان الانهار بالنسبة لدول المنبع هي عبارة عن مصارف لا يستخدم هذه الانهار في الزراعة لا يعتمد فيها على الانهار يبقى ده شقة ما نتكلمش فيه يبقى انا حصطري من النيل مبدأيا كده خلاص خدناها لجمع تعالوا نشوف الجزء التاني بتاع المياه الجوفية المياه الجوفية اللي عندي ناس اشتغلت عليها متخصصين في اماكن كتير وقالوا ايه اولا اكتشفوا ايه فيه واحد مهندس اسمه محمود هنداوي حضراتكم تقدروا تخشهم على النت بسهولة مهندس ده كان مدير مديرية الزراعة في التمانينات لمحافظة مطروح مدير مديرية الزراعة هذا الرجل بالصدفة اكتشف اكتشاف موجود الكلام ده فين موجود في تاريخ 15 5 2011 في المصر اليوم ده استرشاد ده على سبيل المثال مش هنخش الفرور بس لسه وانا نتكلم على العلماء الاخرين خدنا بس مثال صغير وبالتاريخ مع البحث مع علماء اخرين وطرح الكلام ده على يوسف والي وطرح على الجنزولة لما كان وزير تخطيط ولم يتم التفاعل مع ما تم ايجاده ومؤخرا بيتكلمه على حاجة شبيهة وبينوهه على بحيرة النوبة وعلى الجفر لو فاكرين الكلام ده طيب المياه الجوفيه اللي عندنا ايه اللي تم حتى ناسا اعلنت من حوالي سنة وشوية ان احنا عندنا نهر نيل جوفي تحت نهر النيل بنفس مواصفاته ما تم اكتشافه ان احنا بنهدر دون استخدام لاربعة وتمانين مليار متر مكعب سنويا في البحر من هذه المياه الجوفية بحيرة النوبة اللي اتخذ منها الشريان العظيم او عفوا النهر العظيم بتاع ليبيا البحيرة دي اسمها بحيرة مستدامة كمية المياه الجوفيه اللي عندي تفوق الحصة الرأسية او السطحية بتاعتي مرتين ده مش كلامي ده كلام ناسا وعلماء مصرين قبلهم وعلماء اخرين اشتغلوا فيه ما نملك من المياه الجوفيه النوعين النوع المستدام اللي تاخد منه يجيلك احلال مكانه او النوع التاني اللي هو بنسميه خزانات تاخد منه بيخلص مع الوقت ده استراتيجي النوع التالت عشان نقفل موضوع المياه وهو تحليط مياه البحر تحليط مياه البحر وصل التكنولوجيا بتاعتها ان السعودية فيها حتى اسمها ملخير فيها اكبر محطة انتاج مياه تحليط مياه في العالم بتنتج قد ايه مليون متر مكعب في اليوم يعني تلت مليار في السنة اتكلفت ستة مليار دولار لما يبقى معنا الفلوس بتاعتنا اللي نقول هتيجي منين نبقى نعمل عند احتياجنا لهذه المياه اذا فانا عندي مصادر مياه متعددة تكفي وتغطي احتياجي هاخدها مثال صغير سنة عشرنا في الموضوع ده لو خمسة وخمسين مليار ونص سطحي وعندي كمية مياه جوفية اللي اربعة وثمينين اللي بيهضرهم يبقى انا عندي مية وعشرين مليار متر مكعب لو خدت المتوسط العالمي ده يغنيني عن مية وعشرين مليون نسمة لو دخلت معاهم نهر الكنغ لو افترضنا ان احنا نفعلناه من غير مجل جنب التحلية يبقى انا عندي كام ميتين واربعين مليار متر مكعب يعملوا لي ايه يغطولي ميتين واربعين مليون نسمة تبقى للإستندرد دولي الحالي لو اشتغلت عن نص تبقى للتحديث والتطوير يبقى انا يغطولي كام نص مليار نسمة يبقى نقدر نتكلم في مشاكل المياه بعد المعلومات دي يبقى عيب ان احنا نتكلم فيها ادي واحد يبقى الارض والماء اخلصنا منهم نيجي للالات في المشروع اللي احنا بنوناها هيزة 40% عشان ما نكونش تونة من بعض الالات بتاعتنا تستطيع وما حدش يزعل من القوات المسلح لان مصانعنا الحربية تقدر تغطي احتياج الدولة من الالات الزراعية المطلوبة سنويا نيجي للفلوس بقى يبقى احنا ثالث حاجات خلصهم نيجي للفلوس هنجيب فلوس نشتغل بيها منين كنا دايما بنقول ان الناس اللي سابقونا عملوا خدمة في البلد من غير ما يصدهم بانه هم عملوا حاجة اسمها تخصيص مبلغ مالي سنوي لاستراد السلع الاستراتيجية عملوها ليه لما طلعت ايام حمود ابو زيد حكاية المياه والقصور في المياه والمخزون الاستراتيجي اتخذ بناء عليها قرارات سيادية في حكاية زراعة الارض والامح بالمناسبة عشان تبقوا عندوك علم ودي معلومة سريعة لحضراتكم احنا اقصى استهلاك للمياه بيتفتح في السد العالي ساعد زراعة الرز في موسم الرز 240 مليون متر مكعب في اليوم نجحهم القائمين على البحث العلمي بدل من يستخدموا 12 من 10-12 مليار في موسم الرز وصلوا لستة فقط مليار يعني نزلوا تقريبا للنص اديها حاجة من ضمن الحاجات الإيجابية تمام؟ للعلم ان الكمية اللي بنتكلم عليها لما نجي نقوله على الزراعة وان احنا اخذنا قرارات او اتخذت قرارات بتحجيم زراعة الرز وتقريبا الامح راح في الرجلين مع انه مش متأسر فبقى استراده تزامني ووصل الى ان احنا اكبر مستورة الامح الجزء التاني يا يام زاكي بدر الارهاب والمعاقل الارهاب في الدرة وفي قصب السكر نلغي الزراعتين دول تقريبا انكمشت زراعة قصب السكر واندصرت معها صناعة السكر والدرة وراحت معها السروة الحيوانية وراحت معها الزيوت الله وتحولت كل الكلام ده الى جزء من المخصص البتاعنا بتاع الدخل القومي الى استراد سلع عشان يغطي يقولك هنجيب لكم نين المقولة الشهيرة خصص ما يقرب من 200 مليار لاستراد السلع الاستراتيجية في هذا التخصيص احنا بنقول لهم يا جماعة متشكرين جدا على توفير هذا المبلغ احنا هنبتد نشتغل بالفلوس دي عشان كيف نقول ايه احنا مش محتاجين حاجة من حد لا سلف ولا شحاتة وما حدش بيفتح بيته على شهات لا سلف ولا شحاتة لو ما كانش عندك مصدر داخل قوي البيت ده هيبقى ايه خرابة مظبوطة انا مش متفقين فبالتالي الميتين مليار راح نتكلم عليه هنتعملهم بشكل بسيط قوي شوفوا الطريقة البسيطة هنتعمل بيها ميت مليار هناخدهم تخصيص نجيب بيهم ايه اول ست شهور احتياجات الدول وهو ده ورسين مصيبها فهنضطر نجيب ايه اللي قضي الست شهور الاولينين ملاش علاقة بقى بحد الطلب وحد المخزون والصراحية وماشي لها طريقتها لك بتكلم بلدي بسيط والميت مليار التانين من بكرة هنبتدي نزرع الاماكن اللي جاهزة للزراعة وهنستعين فيها بالشباب اللي احنا بندهم تأجيل ثلاث سنين هناخد مليون فرد منهم خدمة عامة لمدة السنة من تدريب لهذا الفرد انه يبقى جاهز للخروج للمجتمع مدرب عشان يبتدي يخش في المشروع لما يتوسع وفي نفس الوقت عشان اقلل تكلفة العمالة في الخطوة الاولى واستعين بيه الكتان الموجود في زفتة عشان اعمل الخيام زي ما يكون اعمل اكتفاق ذات زي بتاع قوات مسلح وهعمل زراعة متدخلة عشان اللي بيشتغل في المجال يكون فاهم يعني ايه زراعة متدخلة لان الامح بيزرع مثلا في نص نوفمبر بناخده ابتداء من اول مايو نحسبها لقوم ستة شهور طب انا عايز امح فاعمل حاجة اسمها تداخل مع الفكر الجديد بتاع البحث العلمي الجماعة بتوالبحث العلمي دول احنا بنرفع لهم القبعة نتيجة اداءهم المتميز عندنا في مصر في مجال الزراعة والمهمل طيب هيعمل ايه الكلام ده شوفوا عدراتكم المية مليار اللي بدأت بيهم بعد اربع شهور هيبقى عندي محصول هستخدمه لبيت السنة من اربعة ستة شهور عشان نوعية المحصول ونتيجة التداخل هيبقى عندي محصول بعد اربع شهور اقدر ابيهم مش بحتاجوا واخر اربع شهور برضو من التداخل هيترحلوا للسنة التالية يبقى انا هاي اخر السنة عندي ايه عندي محصول روحل للسنة التالية عندي الميتين مليار اللي كانوا مخصصين للشراء عندي نتيجة بيها المحصول بتاع الاربع شهور اللي في النص ميتين مليار اخرى يبقى انا بدأت بمية زراعة انتهت بايه بربعمية عشان الشراء دي ما زعلش حد بربعمية عشان بربعمية ايه بربعمية النتيجة بتاعت اخر السنة تمام بالنظام ده يبقى المية اسمره كم ضعف اربع ضعف حيحسبها مع بعض لان هنلاقي الجنيه خدوا بالحضراتكم بقى بسبعة دولار الجنيه بكام بسبعة دولار ازاي هنحسبها مع بعض نظري وبعالي هنقوله التطبيق ازاي بسرعة برضو الجنيه بسبعة دولار ده احنا النهاردة الدولار بتمانية جنيه سوء سودا ازاي هنأكس قوله بسبعة جنيه على البنك ازاي هنأكس مع بعض بسرعة عشان الكلام ده مهم حضراتكم تفهموه لان فهمه هو انتشار لهذا الفكر وتعميقه وتنفيذه لان انتم المستفدين الاول من هذا الايه من هذا الكلام ده مش كلام بتاعنا احنا جيبنا بالمناسبة حاجة من عندنا واحنا بنتكلم دلوقتي في حاجة فيها فكرة ولا كله حصل المعلومات في حاجة جيبناها من عندنا من بيتنا او حد افتة فتوى احنا بنجمع داتة موجودة وعندكم عندي ترجعونها اللي فيه اختلاف يرجع يشوف الداتة دي فين البيانات دي فين لما خش بمئة مليار في اول السنة واخرج بربعمئة مليار يبقى انا عندي اربع اضعاف هسبت كل حاجة وهكرر نظري هذا الاسلوب هلاقي نفسي في السنة التانية عندي كام بدأت بربعمئة خرجت باربع اضعاف يعني بايه مزبوط كده يعني الف وستمئة اللي هما واحد وستة من عشرة تريليون في السنة التانية من الزراعة لسه ما عمتش اي تصنيع روح بنفس المثل في السنة التالتة هلاقي عندي كام بنفس الطريقة برضو اربعة وستة من عشرة ستة واربعة من عشرة تريليون ايه دا كل دا برضو نتكلم نظري عشان حيجي حد دولك ايه دا ايه السهولة ايه البساطة دي في حاجة اسمها كده خلال نتكلم خطة وبعد نتكلم على فاعل نعملها ازاي ومعدات الانحراف والتلافي المشاكل اللي تقابلك في السكة بس تعال نتكلم على الرؤية العامة ثم التفعيل في الخطط عشان ميقاش كلام نظري وارتجال وخلاص يبقى انا في السنة التالتة عندي كام ستة واربعة من عشرة بالتأكيد انا ما بستهلكش تلتة هذا الرقم في الاكل والشرب مزبوط انا بستهلك بمتين مليار ان لسا العدد ما الحيش يزيد الزيادة دي يبقى هلاقي في السنة التالتة عندي كام سبعة تريليون جنيه سبعة تريليون جنيه في السنة التالتة معنى ايه معنى ان النهاردة الجنيه واحد على سبعة من الدولار يعني دولار بسبعة لما هضيف الدخل بتاعي يوصل لسبعة تريليون يعني كم ضعف اللي انا فيه دلوقتي احنا الوقت نص السبعة كم ضعف النص اربعتاشر مرة يعني لو انا الدولار هنا والجنيه هنا بسبعة لما ضعف الجنيه سبعة اربعتاشر مرة في ثلاث سنين يحصل له ايه هيطلع يبقى كده فوق الدولار بسبعة ناقص سبعة وسبعة بقوا كام اربعتاشر يبقى الجنيه بقى كام بسبعة دولار خلال قد ايه تلاث سنين لا يا سيد احنا متشأمين ثلاث سنين ايه هنلحق خلوا سانة كمان تروح اعداد وخلوا سانة مشاكل ومعوقات خمس سنين الجينيب سبعة دولار في خمس سنين تزعالوا حضراتكم يزعالكم يعني الكلام ده طيب تعالوا بقى نشوف فين المشكلة هنا وازاي نعيش بالطريقة دي وهل مستوى المعيشة هيرتفع ولا لا وإيه اللي يحصل في المجتمع عشان مش عايز اطول عليكم ودي فرصة للاسات زاود دكاترا يتكلم